موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجس أكد أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش ثلاثاء أن حل الدولتين هو سبيل الوحيد لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة جوتيراش وخلال ندوة حول إحلال السلام في الشرق الأوسط تقام في مقر الأمم المتحدة بين يويورك دعا القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإحياء الحوار بينهما واستئنافه قالت وكالة الأنباء السورية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطرق صاروخين باتجاه الجولان استهدف مناطق جنوب العاصمة دمشق وأضافت الوكالة في منشور على حسابها فيسبوك فجر اليوم أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصاروخين باتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق وتم إسقاط أحد الصاروخين المعاديين دون وقوع أي خسائر ذكر عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن القيادة العسكرية التي سيطرت على السلطات في البلاد تنوي الإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال الأحداث الأخيرة ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن عقار قوله في حديث لها ثلثاء على الفرقاء في السودان رجوع إلى المفاوضات دون شروط مسبقة مضيفا أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين ومن بينهم رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك خلال يومين أعلنت موسكو أن أرمينيا وأذريبيجان اتخذت إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس ثلاثاء إنه نتيجة المحادثات الهاتفية مع وزيري الدفاع لجمهوريتي أذريبيجان وأرمينيا التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الدفاع الروسي اتخذ الجانبان الأذريبيجاني والأرميني إجراءات بسط الاستقرار في المنطقة كشف مصدر في الحكومة الإيطالية أمس ثلاثاء أن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراقي والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيواقعان على اتفاقية الأسبوع المقبل في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الحياة السياسية وقال مسؤول إيطالي آخر إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في عديد المجالات أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ ما مجموعه 272 مهاجرا كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب في مياه بحر المانش ورسد مركز العمليات المحلي للرسد والإغاثة عددا من القوارب بالقرب من سواحل إقليمي بادوكالي ونور شمال فرنسا وتم إنقاذ 44 مهاجرا قرب كالي و52 مهاجرا بالقرب من بولوني سورمار وعشرات الأشخاص من قوارب أخرى وشارك في عملية الإغاثة سبعة زوارق لقوات الدرك الفرنسية وفرق الإغاثة في أخبار الرياضة تمكن المنتخب والجزائري لكرة القدم من حجز مقعد في اللقاء الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر بعد تعادله إيجابيا بهدفين في كل شبكة ضد وصيفه منتخب بورك نافاسو وبهذه النتيجة تتواصل سلسلة انتصارات زملاء يوسف بلايلي لتصل إلى 33 لقاء الخضر أنهوا مرحلة المجموعات متصدرين المجموعة الأولى برصيد أربعة عشرة نقطة متبعين بالخيول البوركنابية باثنتين عشرة نقطة يلي هما منتخب النيجر بسبع نقاط فيما تذيل منتخب الجيبوتي الترتيب برصيد سفر نقطة ترجمة نقطة متبعين بالخيول البوركنابية هناك تجد الواسعي يوجد أعزب أن ينزل أنقصر ينزل يقصر يوسف محارباً من البداية ترجمة نقطة clutchية يخصون بالقل أكثر ومكان الفترة ليس كذلك لديهم أيضاً لا يوجد شيء يساعد هناك كلاسيكو أمريكا الجنوبية الذي جرى في إطار التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني المستضيف وضيفه البرازيلي بالتعادل السلبي نتيجة مكنت أصحاب الأرض من التأهل وحجز مقعد لهم في مونديال قطر نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة